خش بقى على النادي اكتر طموحاتك يا كابتن للنادي ايه؟ والله انا طموحاتي لا تاكل عن طموحات نادي الاهلي او نادي الزمالك يعني انا كل احترامي لنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب والنادي الزمالك اعتقد ان انا ان شاء الله بننشئ هنا منشآت جديدة في النادي وعندنا اكستنشن جديد مساحته جبيلة حوالي عشر فتدين بننشئهم بنعمل فيهم حمام سباحة اولمبي بتكلفة عالية جدا حوالي خمسين مليون جنيه بنعمل حوالي من اربعتاشر لستاشر ملعب اعتقد ان شاء الله الاعضاء يلاقوا نجاح اعتقد في هذا النادي ان احنا الحمد لله بدأنا فعلا في انشاء حمام سباحة اضافي غير حمام السباحة اللي موجود اللي هو نصف اولمبي اتناشر متر في خمسة وعشرين متر ست حرارات لان عندي تكدس شوية في حمام السباحة على حمام واحد وانا بعتبر الاطفال والابطال دول اولادي واخواتي صغيرين فبنشئ لهم الحمد لله حمام سباحة جديد بنعمل برضو انشاء جديد جدا هو ان احنا بنعمل صالة جيم عالمية على حمام السباحة هتبقى حضراك الواجهة بتاعتها كلها ازاز موقعها كويس جدا بننشئ برجولة جميلة جدا في المبنى الاجتماعي بننشئ ملعبين سكواش في نهاية الملعب كورت القدم ان شاء الله شغالين في مجمع صلاة برضو في النادي الخلفي بنعمل مجمع صلاة هيبقى فيه حوالي اربعة بصات مساحة البصات 300 متل هيتلعب فيه اربعة لعب فردية واعتقد ده هينجح النادي ان شاء الله نجاح كبير جدا ان شاء الله المهمة صعبة جدا ما كنتش عارف انها صعبة جدا وانا بقول لنا برضو من هذا اللقاء ان انا بشكر كل اعضاء مجلس الادارة السابقين لان اعمال الروتين صعبة شوية وانا ما خدتش على اعمال الروتين انا خدت عن انجاز فوري واعتقد الروتين في مصر صعبة شوية وانا اول مرة حس بالروتين ده وفعلا بقول لي مجالس الادارة السابقة مع الشكر لهم كلهم انهم انجازهم وانا بشكرهم من هذا اللقاء وفعلا عرفت بعد ما فزت بمنصب رئيس مجلس الادارة ان الروتين صعبة جدا وانا احنا عاوزين ننجح انا بتمنى اللي احنا ننجح النهاردة قبل بكرة فالروتين بيعطلنا شوية بس ممكن ندمج الانجاز شوية مع الروتين يعني هل هتحاول انت تدمج شوية ما بين الانجاز وما بين الروتين الحمد لله يعني اعتقد الفترة احنا بقالي حوالي شوارين فاز بالانتخابات اعتقد اللي احنا ان شاء الله هننجز انجاز كبير جدا للنادي والمدينة الشيخزات كلها واعتقد اللي احنا بدأنا على عرض الرواقع الحمد لله يعني وبنعمل منشآت داخل النادي ان شاء الله يعني هتحوز اعجاب كل الاعضاء واحنا انه ارض ده الحمد لله اعوز اقول لحضرك ان احنا كل يوم بيجينا عدوية زيادة احنا فاتحين حوالي الف عدوية جديدة عشان المقار الجديد وانا مش هزود الاشتراك النادي هسيبه زي ما هو لان انا عاوز طبعا ده خدمة للاهالي وان شاء الله عندنا كل يوم تقديم عدوية جديدة ودي حاجة انجاز لنا ان شاء الله رب العالمين